نروح مع حضرتك سريعاً لأهم تفاصيل الأخبار اللي تقالت عن النادي الأهلي في الصحافة ونبتدي بجريدة الأهرام اللي قالت أن قطع فريق النادي الأهلي خطوة جديدة في صراع المنافسة الساخر للدفاع عن لقب الدوري الممتاز واللي بيحمله من الموسم الماضي واللي بيحمل الرقم 40 وده بعد الفوز الحقق ومساء أمس على حساب الداخلية 3 و 1 فستاذ بيترو سبورت رفع النادي الأهلي رصيده لـ 45 نقطة سجل النادي الأهلي محمد هاني في الديئة العشرين جونيور أجاي في الديئة الثمانية وتلاتين قبل ما يعدل أحمد سعيد أوكا من ضربة جزاء غير صحيحة في الديئة الثلاثة وسبعين ويحسم الأنجولي جيرالدو الأمور المعلقة في الديئة التسعين ويضيف الهدف الثالث قدم النادي الأهلي مباراة جيدة في الشروط الأول وسيطر لعبة النادي الأهلي على مجريات الأمور تماماً واستغياب من لعبة الداخلية تناقل الفريق الأحمر الكرة كما يريد عن طريق تفوق لجبهة محمد هاني وحسين الشحات في الناحية اليمين وبراعة جيرالدو وعلي معلول في الجنب الشمال